شايفين حضراتكم الصورة اللي امامكم دي؟ دي صورة للجيش الاسرائيلي البطل الجيش اللي لا يقهر اغتنم هذه الاسلحة وهذا العتاد العسكري العملاق شايف حضرتك شايف شايف عشرات الالاف من القزائف شايف حضرتك الرشاشات والمش عارف شوف كمية الحاجات الرهيبة جدا جدا انه ممكن تحطها في شواء البطاطس اللي امام حضرتك دي دي غنائم الجيش الاسرائيلي اللي احتفل بها النهاردة المتحدث العسكري باسم الجيش الاسرائيلي ابو دان هجري دانيال عايز اقول لحضراتكم تخيل علشان يجيب هذا العتاد العسكري ويحتفل لانتصاراته تخيل اللي حصل ليه شايف حضرتك الصورة دي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة دول ست جنود منهم اتنون ضباط واربعة جنود وما فيش منهم واحد احتياط لا كلهم نظاميين سقطوا علشان يجيبوا هذه الزخيرة وهذا العتاد العملاق جدا 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 اللي بيحتفلوا بيه ست جنود ست اربع جنود واتنين ضباط علشان خاطر ده بس كده لا اوريك صورة جميلة كمان شايف الصورة دي دي صورة لجنديين زي ما هو ظاهر امام حضراتكم كده درسوا مع بعض قالوا دخلوا مع بعض الحضانة راحوا مع بعض المدرسة كانوا الاتنين في فصل اولى اول وبعدين راحوا مع بعض الاعدادية راحوا مع بعض الكلية دخلوا مع بعض الجيش ماتوا مع بعض في غزة قال لك والله احنا نفضل مع بعض هو تقريبا برضو الاتنين تزوجوا من بعض حاجات لاطيفة جميلة حاجات رائعة جدا تعبر عن الجيش الذي لا يقهر الجيش الذي لا يقهر قال لك كل الدول فقدوهم علشان خاطر هذه الترسانة العملاقة الكبيرة جدا من الاسلحة بس كده لا والله لسه فيه تاني شايف الصورة دي دي صورة لمجموعة من الجنود الاسرائيليين فخر الصناعة الاسرائيلية فخر قوات المظليين في الجيش الاسرائيلي اللي بيشرق لهم كده على انهم يعني بص يحفروا في الارض بايدهم كده يوصلوا للانفاء مجموعة من الجنود في قوات او لواء المظليين اللي امام حضراتكم قال لك هناخد صورة جميلة مع بعض بعد ما خلصوا على منزل والكلام ده كله وتصوروا الصورة السيلفي امام حضراتكم اللي بيتحاكم مبتسمين والكلام ده قال لك والله لنخط على كل واحد بقى سهم وحضراتكم فهمين السهم الاحمر ده معناه ايه معناه ايه معناه ان الصورة دي لازم تبقى كده بقى بالابيض واسود بقى خلاص علشان خاطر دول لحقوا الستة الاولانيين والاتنين التانيين اللي كانوا بيحبوا بعض لحقوهم على مقابر كرياتش اقول قال له معاك معاك يا صاحبي ما تروحش لوحدك لازم نونس بعضنا حجم خسائر غير مسبوك بيحصل لجيش الاسرائيلي النهاردة عايز اقول لحضراتكم ان اتعمل فيهم كمين النهاردة في بيت لهيا بيت لهيا بيت لهيا اللي دايما بقول لك او النقطة الاولى في التواغل البر اول لحظة التواغل بر الجيش الاسرائيلي كان دخل بيت لهيا الاسرائيلية النهاردة منهم اتنين من طراز المركافة تلاتة مش اربعة لاني تقريبا بحسب وسائل اعلام الاسرائيلية وبحسب الخبراء العسكريين الجيش الاسرائيلي ما بقاش عنده مركافة اربعة تاني كلهم بالكامل تم اعطابهم اتنين ده تلات دبابات منهم اتنين دبابات مركافة الاسداري التالت ومنهم دبابة عادية حقيقة ما عرفش اسمها يعني او نسيت اسمها وكان اعلن عنها برضو الرجالة في غزة عن تلات دبابات دي انجازات الجيش الاسرائيلي النهاردة لسه في انجازات بقى كبيرة بس في الشمال من ناحية لبنان تعالوا نعرفها مع بعض الحقيقة وبدون يعني ما نطول على حضراتكم كتير في موضوع الشمال من لبنان عشان عندنا حاجات في اليمن تاني النهاردة برضو من ناحية الشمال في لبنان خرج وزير الدفاع الاسرائيلي يقاف جلنت واعلن وقال لك ان الشمال من لبنان عدد اللي سقطوا من لبنان 301 من عناصر لبنان عايز اقول لحضرتك على حاجة صدق الخبر ده صدقوا صدق طيب سيبك بقى من الخبر اللي صدقته دوت بتاع يقاف جلنت عن وزير الدفاع عن الناس اللي سقطوا من لبنان عايز حضرتك تشوف تصرحات يا إير لبيد رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق وتصرحاته وهو زعيم المعارضة تصرحاته عن شمال اراضينا العربية من ناحية لبنان خليه تشوف التصرحات بتاعته عن عدد اللي سقطوا من عندهم ما بين مستوطنين وما بين من المجندين عايزك تشوف عدد الناس اللي خرجت لدرجة ان الاعلام الاسرائيلي ويا إير لبيد زعيم المعارضة اللي هو رئيس الوزراء السابق وفوق منهم ده يهود أولمرت لو حضرتكم تعرفوا طبعا رئيس الوزراء الاسبق اللي دخل غزة وخرج منها وقال يا ليتاني ما دخلت وقعد ينصح نتنياهو وقال له ما تغلطش غلطتي كلهم بيتكلموا عن ان الشمال الآن من أراضينا العربية بأن حيط لبنان أصبح فارغا مفيش في شخص واحد والدليل على كده وبيتحاول إسرائيل بكل الأشكال إن هي تبعد لبنان عن الساحة تماما فشلت فشلا زريعا وآخرها المفاوضات اللي بتقودها فرنسا أكيد حضراتكم بتشوف المشاهد اللي بتخرج من لبنان وكمية الأماكن اللي بيتم استهدافها سواء على المستوى العسكري أو على مستوى المستوطنات كمان طب واليامن لأ اليمن دي حكاية تاني لما تتكلم عن اليمن يبا لازم تجيب سيرة مملكة البحرين العزمة قال لا مملكة البحرين العزمة اللي مشتركة في تحالف الازدهار اللي طلع مش تحالف الازدهار ولا حاجة طلع تحالف النيار مشتركة في تحالف الازدهار على اليمن أعملوا شوية بطولات كبيرة جدا يا جماعة انبارح من أمريكا على سبيل المثال أعلنت أنها استهدفت داخل اليمن منصة لإطلاق الصواريخ لنعتبر أن أمريكا صادقة أنتو عارفين اليمن فيها كم منصة إطلاق صواريخ بعدها تشعر راسك طب عارف حضرتك منصة إطلاق الصواريخ دي غلبة فين في الجبال طب عارف الجبال دي يعني إيه اسأل بقى أهل اليمن عن جبال اليمن جبال اليمن المستعصية اللي ما خلتش أي حد محتل في تاريخ اليمن عرف يقعد في اليمن يعني اللي بيدخل يحتل اليمن ده كمن فخت عينه بيداه روح أي دولة عادي نايا الدنيا حتسلم إن لا اليمن الجبال والتضاريس والأراضي اليمنية وشظف العيش اللي عايشه الشعب اليمني بتخليها تأقلم على أي حاجة يقعد في الصحراء ورغيف عيش معاه هيتعامل طبيعي جدا مش هيخسر حاجة فعنده قدرة على الصمود غير الطبيعية ده بالإضافة لإن منصات إطلاق السواريخ في الكهوف والوديان وبين الجبال فانت صعب جدا جدا ترصدها طيب الدليل على كده إيه إن اليمن دخلت المرحلة الرابعة اللي هدت بيها العميد يحيا سريع في موضوع استهداف السفن الإسرائيلية حتى في البحر المتوسط وبالفعل صاروخ أطلق إلى شمال البحر المتوسط سواء الصاروخ دراح أو مراحش سواء استهدف سفنة بالفعل أو ما استهدفهاش سواء مصر أسكتوته سكتت أو ما حصلش سواء الصاروخ ما فيش أي معلومات عنه إلا إن فكرة الرمزية ده بيوريك إن فكرة اليمن بتصعد ومش هتتراجع ما لم يتم رفع البأس عن اللي بيحصل في غزة ده بالإضافة لإن في 48 ساعة فقط لغير استطاعت اليمن أن تسكت طائراتين مصيراتين أمريكيتين من الطراز MQ9 الطائرات اللي هو الطراز MQ9 من الطائرات المصيرة الأمريكية هو فخر صناعة الطائرات المصيرة الأمريكية فكون إن اليمن تسكت طائراتين وده مش أول حادث على فكرة فيه أحداث كتير قبل كده ده معناه إن اليمن حتروح للتكنولوجيا اللي داخل هذه الطائرة زي مين بالزبط زي اللي بيحصل في غزة لما مثلا بنشوف اللي في غزة بيعلون عن إسقاط طائرة من نوع كابتر أو غيرها بتلاقي هذه الطائرة فيما بعد بيتم استخدامها لإسقاط بعض القذائف والكلام ده كله على تحشدات الجيش الإسرائيلي فاليمن لا بتسطر بطولة إذا نختم معاكم من غزة زي ما بدأنا من غزة قلنا لحضراتكم من النصورة دي الإعلام الإسرائيلي النهاردة بيحتفل بيها بيقولك إحنا سيطرنا على كمية عتاد عسكري جميلة جدا 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 وجبيرة جدا 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 كمية عتاد عسكري لكن في المقابل عادي يا ابن عادي يا ابن الله إحنا خسرنا كم واحد عد 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 عشان والله لما عدتل في الصورة الجميلة المبتسمين دون عدتهمش كان خمسة ستة مثلا طب وجنب منهم كام قدي ستة طب وجنب منهم كام قدي اتنين كان بيحبوا بعض طيب عايز أقول لحضراتكم أن النهاردة الجيش الإسرائيلي بنفسه أعلن عن سكوط أربعة سكوط أربعة النهاردة واخد بالك الجيش الإسرائيلي يعنن عن سكوط أربعة يبال عدد أربعين على طول ترجم كده أربعة أربعين فالقصة كلها لا هم بيتلقوا خسائر في سبيل الإنجاز العسكري الرائع جدا اللي إسرائيل حققته الصورة لأمام حضراتكم سلام عليكم